السلام عليكم و مرحبا بكم في حلقة جديدة مالح و حلو في هذا الحلقة هذه ستجاجة بالخضر جيدة و سهلة و مهلا نحتاج فيها 1 ججاجة 1.5 كيلو و نص و بالنسبة للتوابيل مع النوس الحامض ثوما سكينجبير الملحة بذار و الخارقوم نخلط كل شي نضيف الحامض و من بعد نضيف شوية الماء نضيف غير الماء مضيف نضيف زيت لولو زيت يمنع المتصاص التوابيل هذه هي تتبيلة فقط نحلها ستر جيدة لتشرب الشرمولة و لا يوجد ناشف و باسل و ندخل الشرمولة جيدة في التجاجة تحت جلد نحن نعرف التجاجة معروفة تحاولون أن تقوم بخاطر من خلال و تشرب ما بين الحيما جيدة والجلدة و ستكتفها أنا عادة كنبغي تجاج طيب مزيان ما سنبغيه شدرة سوقها فا نتحلي في الطيب فأنا نلقي هذا الحل نضمن انني وخاكن طيبها مزيان ما كتتحلش وقد تبقاش الدليل في فرم ديالها صافي وكنديرها في الطنجرة نقفل عليها ساعة ديال المغانا على المهل نقفل عليها ساعة ديال المغانا على المهل نقفل عليها ساعة حتى كالطيب مزيان وفي نفس الوقت متحلات متهرسات متشي حاجة نقفل الشعرية ديال الأرز وكندير فيها دك شوية ديال المرقة ديال الجج اللي تطلق لي وسنخليه يطلق من بعد كنناخد شوية ديال الكبدة ديال الجج هاد شي باش نصوب الشعرية الكبدة ديال الجج ضرورية كتعطي واحد اللدة واحد الماضاق كنقطعها صغيرة وكنشحرها كنشحرها في نفس دك الطنجرة اللي طيبت فيها وكن اخد كانحتاج حتى الشومبينيون تقدروا تشريه غير الشومبينيون المعلب انا كان عندي الطريق استعملته وتهوى تنشحره في نفس الطنجرة هي الكبدة ديال الجج حرات من بعد غادي ندف دك الشومبينيون عندي روحته وكيتشاك نشحره بالملحة اللي بزار وشوية ديال الزيت البلدية او لا الزبدة هنا كنحتاج الزيتون والحمض مصير والهريسة انا كنشريه مجموعها كنتم تقدروا تدروا كل حاجة بوحدة ومن ضروري انكم تطحنوه تقطعوه يكون رقيق بزاف الحمض مصير بالزيتون والهريسة وديكون فيه تلكورنيشو صافي كنضيف كل شي مع الشعرية وكننقطع ذاك الشعرية بالمقسم الزيان حتى تبقى صغيرة ما تبقىش طويلة بهذه الطريقة هذي او اللي يمكن لكم ديرها فق القرضة وتقطعوها بسكين هذي هي الشعرية ديالي كنتجي رائعة هنا الشعرية اتخصها تتبخر انا عندي هذة الطنجرة كنتدخل الفران كنتديرها فيها كنتدير شوية سكين جبير ولبزار ولصو الصوجاء والمعدنوس فقط هنا كنتدهن تحتاج الزبدة الكيتشوب والموتاد وشوية الحر اختياري كنتدوب كل شي فوق البوطة كنتدير كنتدخل الفران كنتدهنها لازم تدهنها لانك تعطي واحد الماضاق والجلدة ومقرمشة ودك الشعرية اللي تحت تهيارها بحلقة تبخر وكالطيب انتو ما يمكن لكم دخلو غير تجاجة الفران والشعرية تديروها تبخر في شي طنجرة هنا رفقت تجاجة خضراء قطعتهم هكا اصابيع قطعت لهم ملحاولي بزار ودرتهم صوت وتقديم التجاجة كل واحد وطريقته انا كنقدمها بحلقة ندير شعريات وفعلة تقرمشة وعلى لون في التجاجة لا يعلى عليها ستجربوها وغادي تعجبكم ذاك الخضراء الصوت تدرتها في الجنيبات صافي الحلقة انتهت اشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما الجديد وبصحة وراحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر